فموضوع خالد الجوادي بالضبط زي ما قلنا لحضراتكم النادي عايز يمشي دي رغبة النادي الاهل والناسبة النادي الاهلي مش عالين دلوقتي حيعلن نهاية الموسم الرجل كده خالد الجوادي اعتبر واخد اجازة بعد جهاز الفني الاجناب الكولر لان او مش هيترجم لحد دلوقتي وراجب تسمي ام صالة او مدير الفني في مطش بكرة وموال 3 مطشاط المتبقية فالراجل واخد اجازة امتى الاهلي حيعلن عن رحيل خالد الجوادي بعد نهاية 3 مطشاط فخالد الجوادي خارج النادي الاهلي زي ما اكدنا لحضراتكم يوم ال 3 اللي فات طيب ازاي تم اقناع قولر دي بقى النقطة المفصلية اللي لازم حضرتك تعرفها ازاي تم اقناع قولر برحيل خالد الجوادي لان علاقة قولر بخالد الجوادي قوية للغاية كان النقطة المفصلية اللي دارت في اجتماع مبارح اللي حضره مترجم الماني مترجم للغة الألمانية ومش شرطه هو ده مترجم جديد مش شرطه هو اللي يستمر مع كولر ده كان تم استدعائه للجلسة دي فقط حيث تبقى أنه هو يستمر مع كولر ما يستمرش دي حاجة مطرقة لإدارة النادي لك أنا بحكي لك بالذات اللي حصل فجي المترجم الألماني ده بالمناسبة هو هو المترجم اللي الأهلي عرض عليه اسمع نكس معي فلا أقولولك ده الأهلي عرض على المترجم ده تصرحات كولر في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة الأخير لما بان جدا أنه فيه هجوم على إقدارة النادي الآلي والصفقات ومدير التعاقدات وإقدارة التعاقدات وكلام منت خلاص فلما تعرض المؤتمر الصحفي على الرجل ده الناس في النادي جابوا الرجل المترجم الجديد ده جابواه قالوا له بص فيه كذا كذا بعد إذنك ترجم لنا الكلام ده فلما تعرض وسمع الترجمة فقال لك لا مش هو ده المعنى يعني هو آه كلام بس مش بالطريقة دي انت فاهم قصدي الكصة ماشي ازاي انت فاهم قصدي الكصة ماشي ازاي طبعا الشرارة الأولى كانت من خلال إيه حوالي أربع لعبين اشتكوا الجوادي لكابتين خاد بيه بمدير الكورة ولبعض المقربين من إدارة النادي الآلي زي وانت لكم التلاتة اللي فات برضو نفس الكلام ده فلما المترجم الجديد قال الكلام آه هو بس مش بالطريقة دي مش بالأسلوب ده فالرؤية بتدت تتضح بالنسبة لإدارة النادي الآلي وده اللي تم التأكيد بخصوصه في الكلام مع كولر يا مستر كولر احنا بنحترمك بنقدرك جدا انت مدرب كبير بس المترجم احنا عندنا عليه تحفظات كتيرة جدا فبنستأذنك ان الراجل يمشي وحنجهز لك مترجم آخر طب ليه مش ليه شرحوا له الوضع قالوا له انت هاجمتنا في المؤتمر الصحفي قال لهم لا يا جماعة انا مهاجمتكمش انا كل اللي انا عايز اقوله ان انا فعلا مش راضي عن الصفقات لحد دلوقتي لكن لها هاجمت الادارة ولها هاجمت حد قالوا لا المعنى اللي خرج للناس كلها والناس كلها بتتكلم على انك هاجمت اقدارة الاهلي وده حاجة بالنسبة لنا غريبة ما تحصرش في النادي الاهلي قال لهم لا يا جماعة انا كنتش اقصد كده خالص خالص ما كانش ده المقصود فبالتالي هنا كده الحلقة ايه اترابطت القصة وضحت بالنسبة المسؤولين لنادي الاهلي وبالنسبة فخالد الجوادي قام بدور كبير داخل النادي الاهلي لكن في كل الاحوال تبقى لتحفظات بعض اللاعبين في النادي الاهلي وزي ما قلت لك تقريبا من ثلاثة لخمس لعيبة بالضبط يعني اعرف للامانة اعرف اتنين منهم معرفش الكل للامانة عشيكون صادق معك فتحفظاتهم وتحفظ الادارة بعدما الرؤية اتنقلت بخلاف بعض الامور الاخرى فكان القرار الحاسم من ادارة الاهلي لما بلغوا كلها احنا مش عايز بعد ازنق خالد الجوادي يبقى شو موجود فرح على خالد الجوادي عن النادي الاهلي